موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم والبداية بالعناوين موسيقى رئيس الجمهورية يبعث ببرقية تهنئة لملك بلقيكا بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده موسيقى رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية الفين وتسعة عشر موسيقى الجيش الوطني يطهر عددا من المؤسسات في الحديدة ويحرر مواقع جديدة في باغ بمحافظة صعدة موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل بعث فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة لملك مملكة بلقيكا لويس فيليب ليبللد ماري هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده وقال رئيس الجمهورية في البرقية يطيب لي باسمي وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية أن أعرف لجلالتكم عن أحر التهاني وأطيب التبركات بهذه المناسبة متمنيا لكم منفور الصحة والهناء ولحكومة وشعب مملكة بلقيكا الصديق التطور والازدهر أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك قرارا بتشكيل اللقنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2019 وقضى قرار رئيس الوزراء رقم 165 لسنة 2018 بتشكيل لقنة عليا للموازنات العامة لقنة الاقتصاد الكل للسنة المالية 2019 وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التاشيرية على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنغدية للدولة وأحدد القرار أسماء رئيس وأعضاء اللقنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي القادم فيما يلي نص القرار رئيس مجلس الوزراء بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رغم 8 لسنة 1990 واللائحة التنفيذية وتعديلاته وعلى قانون السلطة المحلية رغم 4 لسنة 2000 ولائحتها التنفيذية اللائحة المالية السلطة المحلية وعلى القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 2018 بشأن تعيين رئيس مجلس الوزراء واستمرار أعضاء الحكومة وفقا لقرارات تعيينهم وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية الموقعة بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر 2011 وبناء على عرض وزير المالية قرر مادة واحد تشكيل لجنة عليا للموازنات العامة لجنة الاقتصاد الكلية للسنة المالية 2019 على النحو التالي رئيس مجلس الوزراء رئيسا نائب رئيس الوزراء نائبا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضوا وزير المالية عضوا وزير التخطيط والتعاون الدولي عضوا وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضوا وزير النفط والمعادن عضوا وزير الإدارة المحلية عضوا وزير الصناعة والتجارة عضوا محافظ البنك المركز اليمني عضوا نائب وزير المالية عضوا أمين عام رئاسة الوزراء عضوا القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لغطاع الموازنة عضوا وكيل وزارة المالية لغطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضوا القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لغطاع الوحدات الاقتصادية عضوا القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لغطاع الايرادات عضوا وكيل وزارة المالية لغطاع العلاقات المالية والخارجية عضوا القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لغطاع التخطيط والإحصاء عضوا رئيس مصلحة الجمارك عضوا رئيس مصلحة الضرائب عضوا وزارة التخطيط والتعاون الدولي لغطاع برمجة المشروعات عضوا وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لغطاع خطوط التنمية عضوا وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لغطاع التوقعات الاغتصادية عضوا وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لغطاء إدارة شؤون الأفراد عضوا وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لغطاء المعلومات والتخطيط عضوا وكيل وزارة الإدارة المحلية لغطاء الخطوط والموازنة المحلية عضوا وكيل وزارة الإدارة المحلية لغطاء المالية المحلية عضوا مادة اثنين تختص اللقنة العليا للموازنات العامة بما يلي أولا دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية في الاقتصاد الكلية الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات العرض النقدية التوقعات المتعلقة بها السنة المالية 2019 وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية النقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي مخرجات الحوار الوطني خطة التنمية والتخفيف من الفقر برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري واستعادة الدولة ودحر الانقلاب الموارد المالية المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية الالتزامات المالية القائمة والتقلبات السعرية في الأسواق العالمية ثانيا وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2019 في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية والموازنة العامة للدولة متضمنة موازنات ألف وحدات السلطة المحلية با وحدات السلطة المركزية وعلى أن تشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجيا مع تحديد الحد الأعلى لصقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة وحدات السلطة المركزية وحدات السلطة المحلية وموازنات الوحدات الاقتصادية عام ومختلط وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شامل كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه اتفاقها الجاري والرأس مالي برنامج التوظيفات الاستشارية شامل كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة خطط القوى الوظيفية للدولة العام 2019 موزعة على ألف وحدات السلطة المركزية وحدات السلطة المحلية با الوحدات الاقتصادية عام ومختلط جيم الوحدات المستقلة والملحقة ثالثا دراسة ومناقشات التقديرات الخاصة بالموازنات العامة للدولة المركزية والمحلية لموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية عام ومختلطة وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديغ الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراست ومناقشة برنامج التوظيفات الاستشارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2019 في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقف التأشيرية مادة الثلاثة عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعا برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها مادة أربعة يحق لللجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزيرا أو رئيسا أو أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من دوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة مادة خمسة يتم إعداد كل من الموازنة العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقا لدليل إعداد الموازنة العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد التي تصدرها وزارة المالية مادة ستة تعين اللجنة العليا للموازنات العامة السكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة مادة سبعة يصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة وإعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقا لأحكام القانون المالي مادة ثمانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بالعاصمة لموقتة عدم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك استعرض عددا من المستجدات والتقارير المدرجة في جدوى لأعماله والمتصل بالغضايا والأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والخدمية وكذلك المستويات التنموية واتخذ إجاءها القرارات المناسبة حيث وقف مجلس الوزراء أمام طلب مصلحة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية لطباعة مليون جواز سفر عادي وخمسة عشر ألف وثيقة سفر مؤقتة وطباعة ثلاثة ألف تأشير الدخول وتضمن الطلب الذي عرضه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تضمن طباعة خمسين ألف كرت إقامة للأجانب وألف شهادة اكتساب للجنسية وألف شهادة تلإذن باكتساب جنسية أجنبية للمواطنين اليمنيين وخمسين ألف تصريح مرور وقر مجلس الوزراء على ضوء المناقشات تسكيل لجنة من وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات وممثلا عن وزارة المالية تقوم بدراسة الطلب وتقديم تقرير متكامل إلى المجلس يتضمن التحاليل المالية والفنية خلال أسبوع من تاريخه كما فوض وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات بالتفاوض مع الشركات التي تتولى أعمال الطباعة والمحددة في الطلب تمهيدا لإقرارها والمصادقة عليها وناقش مجلس الوزراء على المشروع المقدم من وزير الداخلية بشأن أرقام المركبات الجديدة حسب المواصفات الفنية واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير النقل بشأن تجهيز مطار عدن حسب المواصفات والمعايير الفنية الدولية من أجل تقديم خدماته السيادية للملاحة الجوية وغر المجلس بهذا الشأن تكليف وزيري المالية والنقل بمتابعة اعتماد الموازنة التقديرية للهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد والتي تم إعدادها على ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بما يكفل ضمان استمرارية عمل الهيئة وأداء مهامها والحفاظ على جهزية المطارات في جميع محافظات الجمهورية واعتمد مجلس الوزراء إنشاء مشروع سوق مركزي للأسماك في منفذ الوديعة على الحدود اليمنية السعودية بناء على المشروع المقدم من وزارة الثروة السمكية المتعلق بتحسين مستوى تصدير الأسماك وبما يعزز من جودة الصادرات السمكية ويحافظ عليها وتبلغ تكلفة المشروع مائتين وسبعة وسبعين مليون ومائة وثمانية وتسعين الف وثلاثمائة وثمانية واربعين ريال يمني كما أقرى مجلس الوزراء تأهيل وترميم الدور الرابع بالمبنى الهندسي وتخصيصه كمكاتب لديوان لوزارة الثروة السمكية في العاصمة الموقتة عدن بمبلغ وقدره ثمانية وعشرين مليون ومائتين وستة واربعين الف وستين ريالا كما وافق على قيمة الأعمال الإضافية الضرورية لمبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة الموقتة عدن ليكون مقرا لوزارة المالية بمبلغ وقدره ثلاثمائة وستة وسبعين مليون ومائة وخمسة الف وسبعمائة وخمسة واربعين ريالا ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل السقوف المالية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وشكل بهذا الخصوص لجنة برأسة وزير التخطير والتعاون الدولي وعضوية كل من وزراء المالية والأشخال العامة والطرق والشؤون القانونية ومحافظ البنك المركزي وأوكل المجلس للجنة دراسة وتعديل السقوف المالية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية رقم 23 لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وتقديم مشروع قرار بذلك إلى مجلس الوزراء خلال عشر أيام من تاريخه واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير نائب رئيس هيئة الأركان العامة عن سير الأعمال العسكرية للجيش الوطني بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والبطولات والانتصارات المحققة في تلك الجبهات خاصة في ساحل الغربي ودمت ومريس وصعدة والبيضاء وأشهد المجلس بالبطولات التي يسطرها طال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مؤكدا أن الخناق يضيق على ميليشيا الحوثي الإنقلابية يوما بعد يوم والتي تشهد انهيارا متسارعا في صفوفها ولجوئها لتعويض هزائمها بارتكاب الجرام ضد المدنيين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها وتحاول أن تستجد المجتمع الدولي من خلالها لإنقاذها من سقوطها الوشيك شاركت بلادنا في اجتماعات المؤسسة الدولية للتنمية للبنك الدولي المنعقدة في زامبيا بوفد ترأسه نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باص هيب وتناقش الاجتماعات بمشاركة عدد من دول العالم الخطط والمشاريع المستقبلية للمؤسسة الدولية للتنمية البنك الدولي في عدد من الدول وبينها بلادنا وأكد الدكتور باص هيب أهمية مشاركة بلادنا في اجتماعات المؤسسة الدولية للتنمية والتي خارجت بالعديد من القرارات التي ستنعكس بشكل إيجابي من خلال دعم بلادنا في مجال التنمية افتتح سفير بلادنا لدى ماليزيا صعدت الدكتور عادل محمد باحمايد بالعاصمة الماليزية كولا لنبور افتتح رسميا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس ثمانية الذي ينظمه مركز بحوث القرآن الكريم بجامعة ملايا الماليزية تحت شعار يسعد الإنسان بهدى القرآن بالشراكة مع كرسي الملك عبدالله بن عبدعزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى بمشاركة 12 باحث يمني ضمن أكثر من 120 باحث من 15 الدولة ويركز المؤتمر على مجال الوحاث القرآنية والإسلامية والتوصل إلى كل جديد في البحوث القرآنية ودراستها وقامت علاقات بحثية من خلال الالتقاء الباحثيين إذا أن رؤية المؤتمر تقوم على تقديم المزيد من الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه وفي الافتتاح ألقى سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل محمد محميد إن نشر الوعي الصحيح والوسطي بالقرآن يسمح لنا بإعداد مستقبل أفضل حيث يمثل القرآن المجال الأوسع الذي يمكن سبر أغواره واستخراج جواهره المكنونة خدمة لكافة مجالات العلوم والثقافة تمكنت قوات الجيش الوطني من تأمين وتطهير عدد من المؤسسات والشركات من مليشي الحوث الإنقلابية في عمق مدينة الحديدة وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش طهرت شركة العليمي ومخازن التبريد وشركة الحمادي وعدد من المؤسسات في عمق مدينة الحديدة وقامت بتأمينها بعد تحريرها من مليشي الحوث الإنقلابية وأوضح المصدر أن الجيش يواصل تقدمه في شوارع واحية مدينة الحديدة بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشي الحوث الإنقلابية التي تكبدت خسائر فاتحة في الأرواح والعتاد واستهدفت مدفعية الجيش عددا من القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح المباني ويتمترسون داخل اللوحات الإعلانية في الشوارع والمحال التجارية ما أدى إلى مصع العشرات من عناصر المليشي الحوث الإنقلابية تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي من تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشي الحوث الإنقلابية في محيط مركز مديرية باقم شمال قربي محافظة صعدة وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي القوات المسلحة أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة بمحيط مركز مديرية باقم وصول إلى السيطرة النارية على حصن باقم وأضاف المصدر أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش الوطني في عملية التحرير وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشي الحوث الإنقلابية وأسر اثنين آخرين بالإضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية جبهة باقم واشتعال المعارك فيها وأبطال الجيش الوطني في تقدم مستمر سبع من عناصر مليشي الحوث الإنقلابية لقوا مصرعهم أجرح عشرات آخرين إثر تواصل العمليات العسكرية اليوم الثالث على التوالي التي يخضها الجيش الوطني في مركز مديرية باقم شمال محافظة الصعبة ركن التسليح في اللواء الخامس حرس حدود العقيد وليد الصالحي في تصريح يؤكد بأن قوات اللواء الخامس حرس حدود شنت عملية عسكرية تكللت بالسيطرة على نقطة السداد وإحكام السيطرة ناريا على مثلث باقم ولم يعد يفصل قواتهم عن إدارة أمن باقم سوى كيلو واحد فقط عناصر المليشيات تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ولقي سبع من عناصرهم حتفهم أثناء محاولتهم صد تقدم قوات الجيش أجرح عشرات آخرين وأسر اثنين بينهم مصور يتبع قناة المسير الحوثية مقاتلات التحالف العربي تواصل عمليات الدعم الجوي المكثف والتي أسفرت عن تدمير ثلاث آليات كانت قادمة من مركز المحافظة كتعزيزات للمليشيات المحاصرة من ثلاثة محاور العميد صالح قروش قائد اللواء الخامس حرص حدود في دعوة له لأبناء الصعدة عموما وباقم خصوصا بسرعة التخلي عن جماعة الموت والإرهاب الحوثية والانضمام للجيش الوطني أو التزام الحياد لافتان لأن الجيش سيصدر عفوا شاملا عن كل من لم تتلطخ يديه بدماء الجيش مثمنا عمليات الإسناد المكثفة لقوات التحالف العربي التي ذللت كثيرا من الصعوبات في عملية الحسم نفصلنا بينها أقل من 2 كيلو وهذه الآن أمام رقم مديرة باقم نحن الآن تعدينا محديدة ونحن على أجراف على مشارف مديرة باقم نحن الآن وجه رسالة من مشارف مديرة باقم ونقول لمن مع الحوثي أحسن لكم أن تتسلموا أنفسكم وتتركوا الحوثي الحوثي منتهي وإن شاء الله أيام قليلة ونحن داخل محافظة صعدة الأبطال في صعدة عازمون لرفع علم الجمهورية في أعلى قمة جبل مران وهذا ما وعد به منذ بدء المعركة النصر أو النصر سمير السروري قناة عدن الفضائية تجددت المعارك بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في قرية الحقب الواقعة في مديرية دمت التابعة لمحافظة الضالع وبحسب مصادر عسكرية فقد تمكنت قوات الجيش من كسر تسلل الحوثيين على قرية الحقب بدمت حيث دارت معارك شرسة تكبد خلالها الحوثيون قتلى وقرحة وأكدت المصادر أن جثث قتلى الحوثيين لا تزال مرمية في مناطق المواجهات في الوقت الذي لا تزال الاشتباكات على شدها وأحرزت قوات الجيش خلال الأيام الماضية تقدما ميدانيا كبيرا في جبهة مريس ودمت حيث تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية بعد معارك شرسة سقط خلالها عشرة القتلى والجرحة من الحوثيين استكمل الجيش الوطني تحرير جبل صوران بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء بعد معارك عنيفة مع مليشة الحوثي الانقلابية وقال مدير عام مديرية ناطع مسعد الصلاحي أن الجيش الوطني تمكن من الوصول إلى أعلى قمة في جبال صوران وسيطر عليها بعد أن كانت المليشة الحوثية قد نشرت قناصيها في أعلى الجبل لاستهداف المواطنين في منطقة بحواص وساحة وأكد الصلاحي أن الجيش الوطني كبد المليشة الحوثية الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وقطع خطوط الامداد على المليشة وقطع خطوط الامداد على المليشة في جبل صوران إلى ذلك استهدفت مقتلات التحالف العربي تعزيزات كانت قادمة للمليشة الحوثية في مفرق وعالة ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهايك الكمال مع مدير مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية الوضع الإنساني للنازحين من الحديدة والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال حيث عبرت الوزيرة الكمال عن شكرها القدير لمركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية على جهوده المستمرة في تقديم العون للشعب اليمني ويعمل مركز الملك سلمان في تلبية احتياجات الآلاف من النازحين في اليمن عبر تمويل برامج ومشاريع المنظمات الدولية والمحلية والتي تستهدف النازحين والمتضررين في توفير المواد الإيوائية والإغاثية والدوائية أكد محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي خلال ترأسه للاجتماع الذي عقد في ديوان المحافظة أكد أنه في المرحلة القادمة ستركز قيادة المحافظة والمديريات على خدمة المواطنين وتحسين الخدمات ووجه سالمين مدراء المديريات بمتابعة النشاطات اليومية في مديرياتهم خاصة الخدمات المتعلقة بجوانب الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي ترتبط بحياة المواطنين بشكل عام وقال سالمين إن المرحلة القادمة جبوان تشهد طفرة في اتجاه تحسن الخدمات للمواطنين ودعا سالمين مدراء المديريات إلى مطابعة الإجراءات الخاصة بالحفاظ على الأسعار التي أرهقت المواطنين وضبط المتلاعبين والمتابعة المباشرة بالنزول الميداني كلا في مديريته بحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر حسين السقاف مع محافظ عدن أحمد سالمين تكامل العمل بين سلطة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الرقابة على تنفيذ المشاريع الخدمية وفقا لتفعيل النص الوارد في قانون الجهاز المركزي بإلزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وموافاته قبل الشروع في تنفيذ أي مشاريع استثمارية وفي وقت كافي بصورة من دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع وعبر رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف عن سعادته البالقة لما يبديه محافظ عدن أحمد سالمين من تفاهم لطبيعة عمل الجهاز الرغابية وعلاقته بالسلطة المحلية مؤكدا على أهمية دور السلطة المحلية بمحافظة عدن في الإشراف المباشر على أعمال المديريات وأنشطتها من كافة النواحي بما فيها تحسين الموارد وتنميتها وترشيد الإنفاق أكد محافظ عدن أحمد سالمين أن تكرار الزيارة للجهاز المركزي تأتي حرصا من السلطة المحلية على تعزيز التنسيغ مع الجهاز المركزي في الرقابة على تنفيذ المشاريع لما يمثله الجهاز المركزي كسلطة الرقابية تطلبها المرحلة الراهنة بمشيدا أو مشيدا بما حققه الجهاز المركزي للرقابة من تقدم بمختلف أجهزتها الرقابية متجاوز إلى كل التحديات التي أفرزتها الحرب لتدمير المنظومة الإدارية والمالية للبلاد بشكل عام حضر اللقاء وكيل محافظة عدن لإغطاء المشاريع المهندس غسان الزامكي ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور فهمي محمد منصور تفقد محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي كورنيش وسوق حرق الأسماك بمديرية صيرة وخلال الزيارة التقى سالمين رئيس جمعية الصيادين بمديرية صيرة علي سلام واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل بحرق الأسماك بمنطقة صيرة وعن أهم الصعوبات التي تواجه الصيادين ومنها ارتفاع الأسعار وشدد محافظ عدن على مضاعفة الجهود بتحسين نظافة كورنيش وسوق حرق الأسماك بمديرية صيرة موجها جمعية الصيادين والباعة إلى الالتزام بقائمة الأسعار التي حددتها وزارة الصناعة والتقارة الخاصة باللحوم والأسماك مثمنا في الوقت نفسه جهود الصيادين وكل العاملين في بيع الأسماك بالأسواق المحلية والخارجية وجه محافظ محافظة أبيان الواء الركنة أبو بكر حسين سالم أثناء زيارته الميدانية لمدينة جعار وجه بسرعة استكمال مشروع رصف حي اللجنة وحي جمال الممولين من الصندوق الاجتماعي للتنمية لما لهما من أهمية في تحسين جمال المدينة وإظهارها بمظهر حضاري يليق بمكانتها الحضارية باعتبارها أكبر مديريات المحافظة مساحة وسكانا كما قام المحافظ بزيارة مدينة الحسن حيث تفقد مشروعي المياه والصرف الصحي في حي الوديعة والجربة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية رافق المحافظ مدير عام مديرية خنفر ناصر المنصري قام محافظة أبيان الواء الركنة أبو بكر حسين سالم بتفقد الدراسة بروضة زيجبار واستمع من مديرة الروضة عن الجهود الجارية في الروضة لتحسين العملية التعليمية وتوفير الوسائل المساعدة لتعليم الطلاب في الروضة ووجه المحافظ ببناء مضلة وتشجير الساحة الخارقية للروضة وتوفير عدد الألعاب لتشجيع البرائم على ممارسة الأنشطة اللاصفية لتنمية مهاراتهم وترغيبهم في الدراسة وطاف المحافظ بمختلف الفصول الدراسية مؤكد الرعاية السلطة المحلية برياض الأطفال كما تفقد المحافظة أحوال النازحين في باش حارة بمديرية جنجبار ووجه بتسهيل توزيع مواد إيوائية لنازح الحديدة مؤكدا أن السلطة المحلية ستقدم كل العون والرعاية لهم بالتنسيق مع المنظمات الإغاثية والإنسانية افتتح محافظ محافظة حضر موت فارق بن سالمين البحسن كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيون في منطقة الغرفة وألقى محافظة حضر موت كلمة خلال الافتتاح تقدم فيها بالشكر والتقدير والامتنان لرئيس الجمهورية المشير عبد الربو منصور هادي الذي صدر في عهده قرارا غرار إنشاء الجامعة مؤكدا بأن التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي والعالي بشكل خاص يحظى باهتمام كبير لدى السلطة المحلية بالمحافظة ووجه البحسني باعتماد ميزانية الكلية للسنة الأولى لتسيير أعمالها والبدء في ممارسة نشاطها كما قام المحافظ بزيارها لمقر رأسة جامعة سيون للطلاع على الترتيبات التي تقريها الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد موجها بتكليف فريق مختص لإعداد تصاميم لمبنى رأسة الجامعة الجديد وضع محافظ حضر موت فارق بن سالمين البحسني حجر الأساس لمشروع بناء الدور الثاني وقاعة ندوات واحتفالات وخمسة صفوف دراسية بمعهد العلم الصحية بمدينة سيون وبتمويل من قبل السلطة المحلية وتعرف محافظ حضر موت خلال جولة قام بها في المعهد تعرف على مستويات الطلاب والطالبات والجهود التي تبدلها الإدارة لتهيئة الأجواء الدراسية وتمكن الطلاب من الاستفادة من كافة المقررات الدراسية والتطبيق العمل في المعهد والمستشفيات التعليمية وتسهيل الصعوبات التي تعيق البرامج والأنشطة المتنوعة وعبر البحسني عن إعجابه بمستوى الطلاب وانضباطهم الذي يؤكد على الجهود الكبيرة التي تبدلها قيادة المعهد وهيئته التعليمية لارتغاء بمستوى الطلاب وتطوير المقررات الدراسية وتحسين البيئة التدريسية دشن محافظ حضر موت فرق بن سالمين البحسني مشروع تسجير وتزيين شارع مطار سيئون الدولي بتمويل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وشهد البحسني بإعداء صندوق النظافة والتحسين بوادي والصحراء المحافظة الذي استطاع القيامة بمهامه بالشكل المطلوب وحية جهود كافة العاملين في الصندوق الذين أثبتوا بأنهم على مستوى عالي من الكفاءة والتعاون والإتقان والعمل بروح الفريق الواحد داعيا إلى بذل مزيدا من الجهود من أجل تحقيق نجاحات أخرى وأظهار مدن ووادي وصحراء حضر موت بأجمل وأبهى صورة وقام المحافظ بتكريم مدير عام الصندوق عمر صالح سليم كتقدير من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للصندوق والعاملين فيه للجهود التي يبذلونها تفقد محافظ حجه الواردوك عبد الكريم السنيني جزيرتي الفشت وبكلان المحاذيتين لسواحل مديرية ميدي شمال القربي محافظة حجه ودشنا محافظ المحافظة العام الدراسي الجديد بمدرسة الفشت كما سير منهجا دراسيا متكاملا للمرحلة الأساسية وعدد من الطاولات والكراسي المدرسية للطلاب كما قام المحافظ بمجموعة من الأدوية للمركز الصحي بالجزيرة وذلك كخطوة أولية لتفعيل الجانب التعليمي والصحي بالجزيرتين وطلعت سليني على الأحوال العسكرية الوحدة التشكيل البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة التي تعمل على حماية الجزيرتين وتأمين المياه الدولية من اختراق الانقلابيين الحوثيين الذين يشكلون تهديدا للمياه الأغريمية بجراعة الألغام البحرية نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالله دحان يفتتح ورشة عمل عن مخاطر المضادات الحيوية ويتفقد عدد من المرافق الصحية بمحافظة تعز مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي افتتح نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالله دحان ورشة عمل حول الاستخدامات العشوائية للمضادات الحيوية في محافظة تعز بحضور أكيل محافظة تعز المهندش رشاد الأكحلي ومدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور عبدالرحيم السامعين قول أن زيارتي لمحافظة تعز تأتي أولا تنفيذا لتوجيهات الأخ رئيس الوزراء والأخ وزير الصحة بتلمس أوضاع المحافظة الصحية وتقدير احتياجاتها لنعكسها في إطار خطتنا للعام القادم 2019 ومحاولة تعويض تعز ما أصابها مما يمكن أن نطلق عليه حرمان جزئي في السنوات الماضية في خطتنا المستقبلية وفي نفس الوقت العمل مع الشركاء من الأشقاء والأصدقاء لمعالجة ما يمكن معالجته بصورة فورية وسريعة ووضع الخطط المستقبلية لمعالجة ما يحتاج ذلك إلى خطط بعيدة المدى لإعطاء تعز وأهل تعز كجزء من اليمن ومن شعب اليمن ما يستحقون من اهتمام في مجال قطاع الصحة ثم المشاركة في حضور هذه الندوة وافتتاحها لما لها من أهمية بالغة في تقديراتنا للارتفاع بمستوى الوعي الصحي لدى العاملين في قطاع الصحة ولدى أفراد المجتمع للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة من هذه الورشة آثار وأضرار استخدام المضادات الحيوية تؤدي بهلاك مستخدمها سواء كان إنسان أو حيوان وعمدات المؤسسة الإعلامية لشفافية ومكافحة الفساد في التنسيق مع مكتب الصحة والسكان معامل ورشة لتسقف بهذا القانب للمهتمين بصرف الأدوية طبعا الهدف الأساسي هو كتوعية للمجتمع وكذلك للأطباء للاستخدامة العسوائية للمضادات الحيوية والتي أصبحت المضادات الحيوية تستخدم لكل الأمراض بدون أي استثناء كذلك أحب أن أوصل رسالة فأنا أولى المتأثرين من المضادات الحيوية والتي عندما سافرت من مصر للعلاج أول علاج كان لي هو تصفية المضادات الحيوية التي تسري في دنيا يعني حاولوا الأطباء هناك بالأول قبل أي اتخاذ أي علاج أو إجراء أي عمليات هو كتنظيف للمضادات الحيوية التي كانت في قسمي تنشي ولهذا السبب أقمنا هذه الورشة كي نحب أن ننوه الجميع بخطورة المضادات الحيوية التي يتم استخدامها حتى للزكام بالزكام للقروح لأدفع الأمراض تستخدم مضادات حيوية ورشة تخصصية تهتم بحياة الإنسان وخصوصا الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية نعايم خالد قناة عدن الفضايا تعز ناقش أمين غامل المجلس المحلي بمحافظة لاحق الأستاذ عوض بن عوض الصلاحي مع وكيل وزارة الزراعة القائم بمكتب لاحق عبد الملك ناقي أنشطت مكتب الزراعة بالمحافظة والخطط العملية للمشاريع في معظم مدريات المحافظة وذكر عبد الملك في الخطط الدفاعية الذي أقامتها أو الذي أقيمت فيوتوبا ويافع وردفان بدعم من المنظمات وإشراف السلطة المحلي التي أقيمت فيوتوبا ويافع وردفان بدعم المنظمات الدولية وإشراف السلطة المحلية وتنسيغ مدراء عموم المديريات وثمن الصلاحي الجهود التي يقوم بها مكتب الزراعة مشددا على تكثيف الجهود بمزيد من العمل خاصة في المناطق التي شهدت هطول الأمطار وتحتاج إلى دعم ومساندة من قبل الزراعة والأشغال والسلطة المحلية دشن وكيل أول محافظة لاحق اللواء الركن صالح البكري بمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة دشن تفزيع زي المدرسي لخمسمائة وستة وخمسين طالبا وطالبة من أسر الشهداء والنازحين وأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة بدعم من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي المسجلين ضمن قوائم الصفوف الابتدائية بمدرية الحوطة بمحافظة لاحق وخلال التدشين أثنى وكيل أول محافظة لاحق بالدور الذي تطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم مختلف الدعم لكافة شرائح المجتمع اطلع وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضر موت جمال سالم عبدون اطلع على سير الدراسة بثانوية باحصة للبنات بمدرية الشحر وخلال جولته التفقدية حث الوكيل الطالبات على بدل جهود كبيرة في التحصيل العلمي والاعتماد على النفس في مواجهة الاستحقاغات الاختبارية الشهرية والفصلية والنهائية مؤكدا حرصة قيادة التربية والتعليم بالمحافظة بتوفير الامكانات والمستنزمات والاحتياجات من مختبرات علمية وقاعات حوسبة واثاث مدرسي بدعم وتمويل من قبل محافظ حضر موت الواء الركن فرق بن سالمين البحسني موجهان الادارة المدرسية بضرورة الاستفادة القصوى من هذه الامكانات بما يخدم تحسين الاداء داخل الفصول الدراسية وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي في قاعات المختبرات والحاسوب منوها إلى أهمية تحفيز الطالبات لحصد المراكز الأولى على مستوى المحافظة والجمهورية تحت شعار معا لمنع بطر القدم السكرية وقيمة في كلية طب جامعة عدن حفلا باليوم العالمي لسكر والذي نظمه مركز السكري بهيئة مستفى الجمهورية النموذجية العام وقسم الباطنة في كلية الطب والعلوم الصحية بالتنسيق مع جمعية أطباء القلب في عدن نتابع برعاية الدكتور خضر ناصر لسوار الجامعة عدن نقيم اليوم في العاصمة الموقعة عدن احتفالية باليوم العالمي للسكري والذي نظمه مركز السكري بهيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام وقسم الباطنة في كلية الطب والعلوم الصحية بالتنسيق مع جمعية طباء القلب في عدن تحت شعار معا لمنع بطر القدم السكرية النذوة العلمية تناولت عدد من الأوراق العلمية منها العناية باعتلال القدم السكري واستخدام مؤشرة فحص السكري المحمول في تحديد مضاعفات الجلطة القلبية والمؤشرات الحديثة لعلاج السكري ومضاعفات السكري على الكبد والعصبية هذا الفعالية هي احتفال سنوي نقومبو من أجل المساهمة مع بقية مراكز العالم حول كيفية حول الاحتفال بهذا اليوم العالمي السكري السمية هذا اليوم العالمي السكري لأنه صادف عيد ميلاد العالمين القليلين بنت عن بشت الذين اكتشفوا الإنسودين وعبره هذو العالمين استطاعوا أن ينقذوا ملايين البشر من موت محقق كان يحصل لهم ونحن بهذا الصدد نقوم بهذه الفعالية إلى جانب أننا نقوم بندوة طبية نطلع الأطباء على المستقدات في علاج مرض السكري هذه بعض الأشياء التي نقوم بها تأتي الاحتفالية الإنسانية والعالمية سامن منهم في نشاطات دعم مرضى السكر وتنشيط الفعاليات العلمية التي ترتكز على المعايير العلمية الحديثة في تشخيص وعلاج السكري وامضاعفاته المختلفة سوى تلك التي تصيب القلب والوعية الدموية والمخ والعصاب والكلة وغيرها من المضاعفات تواكباً مع التطورات العالم في هذا المجال فهناك علاجات جديدة كثيرة خصوصاً لمرضى السكر اللي يتصاحب مع السكر مرضى القلب فمرضى القلب اللي عندهم سكر هنا بشرة كويسة بأن هناك علاجات جديدة تطورت في الفترة الأخيرة لها تأثيرات إيجابية إيجابية وعندها القدرة على تخفيض نسبة الوفيات في مرضى القلب الذي يعانون من السكر يعني هي علاجات للسكر بتعمل على تخفيض السكر وبنفس الوقت بتحميل مرضى من الأزمات القلبية وإنقاص الوفيات طبعاً بنتحدث فيها إن شاء الله في الندوة اليوم وإن شاء الله تكون عند حسن الأطباء والحاضرين اليوم على هامشة الاحتفالية نضم مهرجان في ساحة كلية الطب لإجراء فحوصات مجانية لمرضى السكر حضر هذه الاحتفالية الدكتور محمد السعدي رئيس جمعية طباء القلب بعداً والدكتور محمد ربيد نام مدير مكتب الصحة العامة والسكان بعداً نام مدير عامة الصحة الإنجابية وعدداً من الطباء مركز السكري والدراسة العليا طب الباطنة بعداً انصراب جليل قناة عدن الفضائية نالعاس وموقعة عدن أقيم بمحافظة مأرب حفلاً تأبينياً بأربعينية الشهيد العميد علي هزاع مساعد الصياد أركان حرب اللوى الأول قوات خاصة والذي تشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الثورة والجمهورية ضد الميليشيا الإنقلابية مزيداً من التفاصيل في سياق التقرير التالي شهدة قاعة الشهيد الغردعي بجامعة قليم سبا هنا بمحافظة مأرب حفل تأبين أربعين التالي الشهيد العميد علي هزاع الصياد والذي قدم روحه في سبيل تربة الوطن ودفاعاً عن الثورة والجمهورية ضد الميليشيات الإنقلابية شهدة حفل التأبين حضوراً كبيراً من قبل زملاء وغادة الويات ووحدات العسكرية وزملاء الشهيد وردنا أكدوا في الكلمات المتعددة على مناقب وأدوار الشهيد الصيادية الذي يقدمها في سبيل الوطن في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيات الإنقلابية ونعاهدكم على مواصلة النضال لقد ورد الشهيد علي هزاع الصياد في أسر حرة مناضلة تعلم منها الحرية والشموه واحترف مهنة النضال والكفاح المسلح خلال ثور ستمبر وأكتوبر أشارت الغيارة العسكرية في الكلمات التي تلقيتها في أربعين تداء الشهيد الصياد بالأدوار البطولية والدفاع عن الثورة والجمهورية وما تحلى به الشهيد الصياد من أدوار نضالية عكست مدى الوطنية والفداء في سبيل تحرير الوطن من ميليشية انقلاب الحوثية تضمنت الفعالية قصاد شعرية وكلمات معبرة أشارت بمناقب وأدوار الشهيد الصيادية في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية ابن الشهيد أكد في كلمتي المضيق ودمن على مسيرة الشهيد الصيادية دفاعا عن الوطن وأيضا مواصلة النضال في سبيل تحرير الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية أعهدك الله يا أبي أن أسير على ذلك الصعب وطريقك القويل المحفوف بالمخاطر والعناء والابتلاء والذي اقتضيناه لأنفسنا وأن نواصل مسيرتك النضالية نبت في أسرق الطيب وسلوكياتك النبيلة المناظر السبتمبري ألوى أحمد قرحيش أشهد في الأربعين الشهيد الصيادية بالأجوار البطولية لبيت الصيادية الذين قدموا أرواع البطولات منذ اندلاع الثورة الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1962 كل جبهة أرصت الصياد بشكل عام الأسرة ما منطقة فيها حرد إلا وكان فيها مقدمة القوم ومقدمة الضحايا كثيرا كثيرا لثورة سبتمبر والجالة وأبطالها صفحات من نور سطرها الأبطال الأفذاذ من القيادات والجنود الأبطال أريد أن يقدمون تضحيات تلوي التضحيات في سبيل تحرير الوطن من الميليشيات الإنقلابية لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مارب تفقد مدير عام مدرية الشيخ عثمان أحمد محضار أحمد ومعه مدير مؤسسة المياه الصرف الصحي بالمحافظة المهندس سعدان زكي حداد نائب مشروع الصرف الصحي في شارع الذهب الحاشمي وطلع على العمل الجاري الذي يتم تنفيذه والتقى بالمهندسين المشرفين على المشروع وكما استمع إلى شرح مفصل عن أعمال الحفريات ومد شبكات الصرف الصحي وشدد المحضار على ضرورة الانتزام بالمواصفات الفنية والحندسية المتفق عليها وعدم الإخلال بشروط العقد أو تغيير في المواصفات كما وجه بالمتابعة والنزول بشكل مستمر لضمان تفميذ المشروع في المدة المحددة وحسب المواصفات دشنت السلطة المحلية بمديرية البريقة بمحافظة عدن حملة لتنظيم عمل محطات النغل وتفعيل إرادات رسوب المجالس المحلية في عموم مناطق المديرية وأوضح أمين عام المجلس المحلي بالمديرية وليد الحاج على أن الحملة التي شارك فيها عدد من منتسب شرطة البريقة والمرور تأتي لتنظيم العمل في وسائل النغل للتخفيف من ازدحام حركة سير السيارات في معظم شوارع المحافظة وكذا تفعيل الرسوم القانونية المستحقة للدولة ونقابة النغل ودع الحاج سائق سيارات الأجرة والمواطنين إلى الالتزام والتعاون مع الحملة لتطبيق لوائح وأنظمة المرور والنغل مشيدا بجهود قسمي شرطة ومرور البريقة على تعاونهما في تنفيذ الحملة والعمل على إنجاحها للغضاء على المظاهر العشوائية في حركة السير وذلك بضبط السيارات المجهولة والمخالفة للأنظمة واللواحي المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية والنقل دشن محافظ أرخبيل سقطر الأستاذ رمزي محروس دورة تدريبية للإداريين والحكام للعندية الرياضية بالمحافظة وفي التدشين أعرب محروس عن ارتياحه لتأهيل وتدريب كوكبة من أبناء سقطر عبر مدربين دوليين بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد على النهيان للأعمال الإنسانية وحث المتدربين على الالتزام والاستفادة من المدربين خلال فترة التدريب موضحا أن السلطة المحلية تعمل بناء على توجيهات من الرئيس عبد الرب منصور هادي في التعاون مع الأخوة في التحالف العربي بغيادة المملكة العربية السعودية وقدم محروس الشكر والتقدير لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية ودولة الإمارات حكومة وشعبا انتهت النشرة التذكر بالعناوين رئيس الجمهورية يبعث ببرغية تانية لملك بلقيكة بمناسبة ذكرى يوم الملكي لبلاده رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لقنة عليا للموازنات العامة للسنة المالية 2019 الجيش الوطني يطهر عددا من المؤسسات في الحديدة ويحرر مواقع جديدة في باقم بمحافظة صعدة مشاهد الكرام وصلنا نحن وإياكم إلى أختام نشرتنا الإخبارية لهذه الليلة نلتقي نحن وإياكم في نشرات إخبارية قادمة حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بخير إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة